قرية الهوش قبل مكان المساطرين للحوثيين كان حصار وكان حتى الخدمات ما فيه لا دراسة لا كهرباء لا صحة والحمد لله فيهم مرطيب إذا الآن بس باقي قيلين والآن الموضة الغذائية التي حصلها في المحلات معدومة شبه معدومة الوضع كان أيام الحوثي كان حصار وكان الوضع الناس ما تخرج مكان لا كهرباء ولا بطرون ولا غاز يعني من قطع من يوم كان الحوثي هنا وبعدين أهم بتكسل مواد الحياة إن شاء الله لطبيعتها هذه السلسلة الجبلية التي تظهر خلفي تطل بصورة مباشرة على عقبة منعاء هذه العقبة الاستراتيجية الواصلة بين مدريتي الجوبة وحريب والتي تحاول ألوية العمالقة الوصول والسيطرة عليها لقطع طريق امدادات الحوثي إلى هذه الجبهة نشكر قوات العمالقة ونشكر المقاومة الجنوبية ونشكر كل من ساهم وقاتل في هذه الأرض الطيبة وأمم حاصرين الآن في مركز المدينة والسوق الوضع تحت السيطرة إن شاء الله والعدو منهار والأمور تحت الوضع تمام هذه الأثار الموجودة على هذه الأليا العسكرية تظهر بوضوح قوة المعارك الجارية ما بين ألوية العمالقة وميليشي الحوثي هذه المعارك التي وصلت إلى مركز وسوق مدرية حريب يأتي هذا بالتزامن مع استهداف قوي من قبل طائرة التحالف لأي محاولات حوثية لإرسال تعزيزات إلى هذه الجبهة التي باتت مسيطرا عليها بصورة كبيرة من قبل ألوية العمالقة لقناتين العربية والحادث أحمد بغاتو قرية الهوش مدرية حريب جنوب محافظة مأرب